نحن الآن في منطقة شحوح التابعة لمدينة سيئون وفي إحدى الجبال التي تم فيها إسقاط الطائرة المسيرة من قبل منظومة الباتريوت التابعة للتحالف العربي وكما ترون الآن خلفي مجموعة من المدنيين ورجال الأمن يقومون بإزالة مخلفات هذه الطائرة المسيرة هيئة هذه الطائرة المسيرة طبعا بعد إعلان الرئيس عبد الربو منصور هادي بنعقاد جلسات مجلس النواب في مدينة سيئون والتي من المقرر أن تنعقد في الأسبوع المقبل وهذه الطائرة ذات حجم كبير جدا على غير المعتاد من الطائرات المسيرة وإلى حد الآن لم تعرف هويتها رغم أن هناك موجودة مجموعة من الكتابات التي لم تعرف إلى حد الآن وترون الآن رجال الأمن مع المواطنين يقومون بإزالة مخلفات الطائرة التي لم يعرف مصدرها حتى الآن حدد مساعد قناة بلقيس من مدينة سيئون ترجمة نانسي قنقر شكرا